بهذا الفيديو مراجعتي الماوس ريزر فيبر ألتمت بعد استخدام سنتين ونصف تقريبا السلام عليكم معكم معكم من قناة تيكلو قبل لا نبدأ بهذا الفيديو إذا كنت مهتم بهذا النوع من المحتوى لا تنسى تشترك في قناتي وتفعل جرس التنبيهات عشان يوصلك كل جديد ولا تنسى تعطي هذا الفيديو لايك راح يساعدني كثير أول شيء يتكون مبارك وكل عام أنتم بخير شكرا على 1400 مشترك ما مداني حتى أشكركم على 1000 مشترك لأنه لما نزلت الفيديو السابق كان عددكم حوالي 900 وشوي والآن 1420 تقريبا في وقت تصوير هذا الفيديو إذا ما خلتني الذاكرة خلونا نبدأ هذا ماوس ريزر فيبر ألتمت شريته قبل سنتين ونصف تقريبا واستخدمته طوال هذه الفترة كماوسي الأساسي بهذا الفيديو راح أذكر أهم مميزات وعيوب هذا الماوس ومع الأسف من خلال تجربتي أقدر أقول أنه هذا الماوس فيه عيوب تخلي الواحد صعب يشتريه على الأقل حسب تجربتي خلونا الآن نبدأ بالمميزات ثم ننتقل للعيوب أول ميزة في هذا الماوس واللي عشان هشريت هذا الماوس أنه ويرلس بمعنى أنه راح يريحني من عناء الأسلاك وهذا اللي كنت أنا أبغامل بداية وبما أنه ويرلس فهو يتميز بطارية جدا ممتازة حسب كلام ريزر أن البطارية ممكن تجلس معك إلى 70 ساعة استخدام وحسب تجربتي أقدر أأكد لك أنه هذا الماوس يقعد معي أيام من دون ما أشعنا ثالثا السنسور حقه ممتاز ما وجهتني أي مشاكل في استخدامه الماوس جدا مستجيب وسريع وما أدري إذا كنت أتوهم ولا لا ولكن لاحظت أنه أيمي تحسن مقارنة بالماوس السابق مسكته مريحة الماوس يعتبر خفيف 74 جرام بس الـ RGB اللي فيه خفيف وهذا يعجبني مجرد أنه شعار ريزر من الخلف يضوي أضواء RGB وهذا شيء كويس ممكن يعجب البعض برضو هذه النسخة من الماوس يأتي معها قاعدة شحن والتي يعتبرها جدا ممتازة فأنت مو مجبور أنك تشحن الماوس بالسلك فقط فعندك هذه القاعدة تقدر تخليها جنب الـ PC وتقدر أنك تحط الماوس على هذه القاعدة عشان يشحن على ما ترجع له وطبعا لو خلصت عليك البطارية أثناء اللعب يمديك بكل سهولة أنك تشبك السلك وتقدر تلعب وانتشحن وتستخدمه بكل إرياحية السوفتوير على الرغم من أنه ما يعجبني كثير إلا أنه فيه تخصيص كويس تقدر أنك تخصص الـ DPI من خلال السوفتوير تقدر أنك تخصص الزر اللي يغير الـ DPI كم تبغى بالضبط قوة إنارة الـ RGB أضواء الشحن فيه تخصيص كويس للأزرار السوفتوير يعني جدا كويس من هذه الناحية فقط طيب هل هذا يعني أنه هذا الماوس المثالي اللي المفروض كل شخص يشتريه بصراحة لا الماوس مليان عيوب وراح أذكر لك إياها الآن أول عيب لاحظته في هذا الماوس أنه أحيانا يعلق ما يستجيب تحرك يمين يسار ما في أي فائدة للأمانة هذا الشيء ما حصل لي كثير حصل لي مرات معدودة على أصابع اليد الوحدة خلال السنتين اللي راحت طبعا إذا علق يعلق لمدة ثواني بعدين هذه المشكلة تروح وما أدري إيش سببها بالضبط ولكن ما كانت بيك ديل ما كنت أعيرها اهتمام كانت مشكلة عادية جدا ما قابلتني إلا مرتين إلى ثلاث مرات ثاني مشكلة في هذا الماوس واللي ما عجبتني أبدا مع أنه الماوس يجي معاه سلك مايكرو يو اس بي راح تظن هنا أنه أوكي إذا منه مايكرو يو اس بي معنات أني أنا أقدر أجيب أي سلك مايكرو يو اس بي من عندي وأشبكة بالماوس أو أشبكة في القاعدة وأقدر أستخدمها صح لا ماهو صحيح لو تلاحظون الفتحة اللي يدخل منها السلك في الماوس ضيقة جدا وفيها نتوآت ومصممة بطريقة أنه ما يدخل فيها إلا السلك المايكرو يو اس بي الخاص بريزر فزي ما أنتوا شايفين حاليا قاعد أحاول أشبك مجموعة أسلاك مايكرو يو اس بي وما هي راضية تنشبك في هذا الماوس فقط السلك اللي يجي معه بالكرتون هو اللي ينشبك وهذا شيء جدا مزعج وسيء في الماوس ميزة أسلاك المايكرو يو اس بي أنها رخيصة ومتوفرة في كل مكان فأنت ليش تجبرني أني أنا أستخدم السلك اللي يجي معاه في الكرتون فهذا الشيء كان غير مقول بالنسبة لي فلو أنك بغيت سلك ثاني مثلا عشان تخلي السلك خاص بالقاعدة والسلك الثاني يكون احتياط عشان لو الشحن خلص ونت تستخدم يمديك أنك تشبك السلك وتستخدم مباشرة ولكن أنت محدود بسلك واحد فلو خلصت البطارية وانت تلعب وانت قاعدت تستخدم مقدر أنك تفصل السلك من القاعدة ثم تشبكه في الماوس وهذا ضياع وقت بصراحة أو أنك تقدر تشتري سلك ثاني من نفس ريزر فهذه الحركة ما عجبتني نهائيا ثلاثة السوفتوير مزعج نوع عمالة عندما تجي الثبتة راح تلاحظ أنه يبغي يثبت لك معاه برامج كثيرة لاحظت أنه دايما يشتغل بالخلفية حتى إذا طفيتها السيرفرات تظل شغالة بالخلفية وهذا شيء ما يعجبني أبدا طبعا ما هي مشكلة كبيرة ممكن نتغاضى عنها هذه المشاكل ممكن نتغاضى عنها ولكن في مشاكل زيادة لا يمكن التغاضي عنها رابع مشكلة أنه القاعدة مع الاستخدام بدأت تلتمس مع أنها ما مرة طاحت عليه ولا صار فيها أي شيء ولكن القاعدة فجأة صارت ملتمسة في العادة لما أحط الماوس على القاعدة راح يبدأ يشحن ولكن حاليا لما أحط الماوس على القاعدة أقدرني أرفع الماوس فوقي شوي أو أن ينزلها تحت شوي أو أن يلفها يمين ويسار عشان يبدأ يشحن وهذا الشيء كان جدا مزعج ومعرف إيش سببه ما عمر القاعدة طاحت عليه أو صار فيها شيء ولا الماوس نفسه أنا مني من النوع اللي هو يلعب يعصب ثم يحذف الماوس للجدار مثلا خامس مشكلة واللي خلتني أفقد الأمل في هذا الماوس إن الوايرلس فيه مات فجأة نعم الآن هذا الماوس ما عد يشتغل وايرلس أنا مضطرني أشبك السلك فيه عشان أقدر أستخدمه حاولت أني أشخص المشكلة ما في فايدة قلت يمكن مشكلة بالسوفت وير مع أني أستبعد عدت هذبيت السوفت وير فصلت اليو اس بي وشبكته عدت تشغيل كمبيوتر حاولتي مين يصار بحثت على الانترنت ما في أي فايدة الوايرلس ما عد يشتغل في الماوس قلت ممكن المشكلة في البطارية جربت أني أشبك السلك في الماوس ودخلت على السوفت وير ولحظت أن البطارية قاعدة تشحن فممكن البطارية ما تكون هي السبب الرئيسي لقيت ناس في الانترنت يعانون من مشكلة مشابهة ولكن هذول الأشخاص بمجرد أنهم يشغلون الماوس من تحت الماوس راح يضوي راح يطلع النور يشير أنه يشتغل ولكن عندي على النقيض تماما مهما أن أشغل مهما أن أطفي اللمبة ما تشتغل الوايرلس ما يعمل نهائيا الماوس فقط يشتغل إذا شبكته بالسلك فأنا حاليا قاعد أستخدم الماوس هذا كماوس سلكي واللي هو شيء مضحك لأنه الأساس من شرائي لهذا الماوس أني أستخدمه بدون سلك فهذا الشيء خلاني أقول أنه هذا الماوس مع الأسف سيء ممكن يكون فيه مشكلة في البلد كواليتي ممكن يكون فيه عيب مصنعي ما أعرف إيش المشكلة ولكن للأمانة كثير أشخاص استخدموا هذا الماوس وما وجهتهم أي مشاكل بعض الأشخاص استخدموا أكثر مني وما لاحظوا أي مشاكل فيه ما جاءهم مشكلة التماس الماوس ما مات عليهم فجأة ما جاءتهم مشكلة تعليق ولكن لسوء الحظ هذه المشاكل واجهتني فبناء على تجربتي أنا محبط جدا من هذا الماوس خصوصا لما تشوف سعره سعر هذا الماوس إذا ما خلتني الذاكرة أول ما نزل 149 دولار وحاليا ينبع في السوق السعودي بحوالي 499 ريال وبصراحة هذا السعر ما هو قليل أبدا لما تدفع هذا السعر رح تتوقع جودة عالية ورح تتوقع أن هذا الماوس رح يعيش معك أربع سنوات على الأقل ممكن البعض يقول أن استخدامك ممكن يكون ثقيل مع الأسف هذا الكلام غير صحيح استخدامي ما هو ثقيل أبدا أنا ألعب ألعاب تختيم كثير ولما أقول أنا ألعب ألعاب تختيم كثير أنا أقصد أنه ألعاب مثل جودوفورا والساسين كريد على سبيل المثال ألعابهم بيد الإكس بوكس أرتاح أني ألعب بيد الإكس بوكس ألعاب التختيم أكثر من أني ألعبها بالماوس والكيبورد فالماوس فقط مخصص للتصفح أو صناعة المحتوى نفس اللي قاعد أسويه أحين أو أني إذا جيت ألعب ألعاب شوتر واللي بالمناسبة أنا ما ألعبها كثير مرت مرة لي فترات ألعب وأجد ولكن بشكل عام لعبي ما يعتبر كثير فكل هذه العوامل مع الأسف تخليني أقول أنه هذا الماوس محبط محبط جدا علموني في التعليقات بآراءكم حول هذا الماوس خصوصا اللي جربوه هل واجهتكم أحد هذه المشاكل أي أنا واجهتها أم أنه شغال معكم تمام وبرضو علموني في التعليقات إذا أعجبكم هذا النوع من الفيديوهات بحيث أني أجيب منتج استخدمته لفترة طويلة واستعرض أهم الإيجابيات والسلبيات في هذا المنتج وبس بكذا نكون وصلنا إلى نهاية هذا الفيديو إذا أعجبك هذا الفيديو لا تنسى الضغط على زر اللايك ولا تنسى تشارك في قناتي واتفعل جرس التنبيهات عشان يوصلك كل جديد ونشوفكم في فيديو قادم